المعاهد البنات والجامعات اللاحظ فيه نقاط أمنية ويوميا نجيب وسائل لا مدائمة التخطيط يكون يوم موجود يوم موجود ثلاثة يوم موجود عرفت نعم يا أخي احنا من أيام قبل كان عندنا حرس أسواق لان يحمل محلات تجارية هل هذا دور وزارة داخلية ام دور وزارة الإعلام اشعالي بالأعلام ثقافة صارت يعني الأعلام مو لازم تثقف الناس تبين لهم من الخطأ من الصح بس انت اليوم أمام جريمة لما يصق الشارع عليك ويعاكس ابنية ومن غير رضاها موجريمة شنو دور الأسرة الأسرة شا تسوي الأسرة لازم يكون لها الدور الأساسي اي اوكي في حماية ابناءها فأحمايات أسرة تحمية ابناءها بس���ة الولد جعل أنا والله أروح يومه مع رابع بطلع بتمشي بس أخوي محمد على اللحظ هذا يبيلها تكاتف من قبل الأسرة من قبل الداخلية العلام فعلا بس أنت اليوم حل حل أنت اليوم تحطه بالمخفر ساعات ما تحبسه سوي عليه إجراءات تأديبية لمدة أربع خمس ساعات ما راح يتوب راح يتوب صح ولكن لما تهده ويمشي ويصرح ويمرح بنون لا قانون ولا ردع ما نعم يناخذ وقت طويل على موضوع بلكن يجب أن يكون هناك معالجة جذرية مش بس من الوزارة الداخلية ولكن من كافة الوزارات يا أخي أنتم مقادرين ومشغولين في أمور ثانية ترى الشباب قادرين أن يعملون لجنة ويوصلون الرسائل بنتائج إيجابية للجهات الحكومية نقدر إحنا كشباب نتجمع ونبني الشباب اللي قاموا باسترداد الشباب والشعب اللي قام باسترداد البلد أيام الغزو العراقي هم من عمل في النظافة هم من عمل في أمور أخرى ما كان فيه اختلاف في الطوائف ما كان فيه اختلاف في الغبلية لماذا نحن قسمة البلد هل تعتقد اليوم أنا أبني سور بين القبلي والحضوري والشيعي والسني هذا الكلام معقول من هو اللي قاعد يسوي هذا السور أنت شايف الوضع اللي قاعد يصير يعني هل أنا أقول لك أنا هل يفترض فيني أنا عشان نحل المشاكل اللي قاعد تصير أني أبني سور عالي أحط الغبلين صوب والشيعة صوب والسنة صوب والناس الحضر إلى صوب هذا الكلام مصحيح لاحظوا الحديث الحين صار أكثر شيء على تقسيمة الدوائر قالوا أن تقسيمة صارت جغرافية جغرافية أسف يعني صارت مناطق للسنة مناطق للشيعة مناطق للحضر مناطق للبدو من وقت سمها؟ أنا أسألك من وقت سمها؟ مطلب الشارع كان شو مطلب الشارع؟ كانوا نبيها خمس كل الشارع؟ نبيها خمس مو كل الشارع اضغطوا على الحكومة اقتراح من منه؟ من الشارع نفسه؟ لا من النواب نعم بس من قبل وياهوا سووها خمس دوائر وبعدين قاموا يطالبون بالدارة بس طلعوا الشباب اللي يلبسوا اللون البرتغالي وقالوا نبيها خمس بس مو راي الكل نعم والحين متضررين والحين اللي لاحظ طالبوا برحيل الرئيس ورحيل الرئيس ويابون دائرة واحدة ويابون دائرة واحدة شو اللي يابون بالضبط الحين؟ لا الحين شوف خلنا نسلي فات هلو؟ يعني يعني صار وجود سموه الشيخ ناصر في الحكومة كان عرقلة لبعض القواني هلو الكلام؟ والآن رحل مشكور ما قصرت المرحلة القادمة سموه الشيخ جابل مبارك رئيس مجلس الوزراء المجلس القادم سيكون مجلس شعبي باختيار الناخب من هو أسطح رح ينجح اللي بيشجع المعارضة خير وبركة يعني اليوم اللي رح يصير مجلس معارض لحظة مو مجلس معارض أنا شو نقصد؟ أنا أقصد أن المجلس بيد الناخب الناخب كان يوصل المعارض ولا يوصل الإصلاحي ولا يوصل ولا المؤيد للحكومة ولكن الناخب إنسان مثقف يعي ويعرف وعنده مثل ما سويت حراك شبابي طائفي قبلي ترى على فكرة الحراك ما هو محسوب على جهة معينة هو شبابي من كافة طوائف المجتمع وليس طائفة وحدة أو قبيلة وحدة أو فئة وحدة اللي حصل حصل إحنا قلنا فساد وأمور والتنمية والتطور والغوانين خلال الآن إحنا في ولادة جديدة من حكومة جديدة رح تونشها بعد مجلس الأمة من مجلس جديد في أثنين أثنين رح يتم الاختراع و في رئاسة مجلس وزراء جديد شنو الجديد اللي يقاس على المعارضة ليش لحد يرحين مستمرين كل من ارتكب خطأ رح يعاقب بالقانون ولكن يجب أن لا يكون في المرحلة المستقبلية معارضة ولا أنا أسمي حتى المرشحين الحاليين معارضة لسبب وليسمي نفسه معارض لأن أنت ملك عذر أنت الحين في مرحلة جديدة يجب أن تؤسس هذه الدولة وتتكاتف مع الشباب ومع الكبار ببناء هذا الوطن ما في شيء سمعارضة الحين مفروض أنت متقدم على مرحلة جديدة خلاص رح يكون فيه تعاون بين المجلس والحكومة في المجلس القادر وكل يتمنى على حسب وصول النواب يعني انقسمت خلاص صار الحكومي المعتدل المستقل المعارضة وهذا الكلام غلط يا جماعة ما بيأقول لك على سبيل المثال من كان يعارض رئيس منجلس الوزراء وزارة من رئيس منجلس الوزراء أصبح وزير في وزارته شنو هذا الكلام الشعب يعي واعي شعب واعي أنت تصير معارضة يعني أنت اليوم تصير معارضة في مجلس الوزراء وتصير وزير في وزارة المعارض شون يعني شون بتلبي شو تسمي هذا الكلام واللي كانوا قبل من سنوات عديدة المعارضة كل يوم صاروا وزراء في وزارة المعارضة كل يوم صاروا وزراء في وزارة المعارضة فأنت لا تقول لي معارض صارت في محاصصة يعني طبعا المعارض وزير في وزارة معارضة شلون وين صارت هذه فاليوم لا تقول لي أنا مصلحتي كمواطن أنا يا مواطن كويتي بقضل نظر عن ترشيء المجلس الأمة أنا وطالب إذا الله وفقني راح أبذل جهدي للأرض ولمواطنين لهذا الوطن ولكن لم يحلفني الحظ راح أطالب بحقك مواطن كويتي أحمل الجنسية الكويتية سواء لي وللمقيمين لأنهم جزء من هذا الوطن المطالبة بكافة حقوق المواطن بالقانون سلاح القانون تكلمت عن المواطنين المقيمين ما تكلمت عن اللي يسمونهم الكويتيين البدون أنا أتكلم في كل برنامج عن البدون عن البدون وأقول أنا من بداية حديثه إياك وما تطرق الموضوع أنا أتطرق في كل حلقة من حلقاتي في برنامج ولا نقدر نسميهم المقيمين لا أسمهم بدون ولكن يجب على الدولة حل مشكلتهم بأسرع وقت ممكن حتى لا يقعوا تحت التكسب الانتخابي في كل الانتخابات يجب أعطاهم حقوقهم الإنسانية لأن هذه ملف إنساني التسمية المقيمين بصفة غير شرعية أو غير قانونية شرعيك بالكلمة هذه والله يشوف خلا أقول لك شيء أي واحد ما عنده جنسية ولا عنده أنا سميها بالقانون رعوية عرفت جنسية يسمونه إنه مقيم بصفة غير قانونية ما أعتقد في دولة من الدول في شيء اسمه مقيمين بصورة غير قانونية شون يسمونهم بالدول الثانية موجود؟ عزيزي الأطراف الثانية تشوفها يستحق يعطيها ما يستحق خلاص يعينها في أي أن كان بس موجودة بالإمارات بس الحالة اللي عندنا يعني أخه بدون أخه كويتي وين صارت هذا؟ نحن هنا عودناهم على الحريات فنلاحظ أن الكل قاعد طالب مطالبه لا لا أنت عطل حد الأدنى أنا محامي اليوم ما تزوجه أنا قاعد أزوجهم في أوراق عرفية بعدين أرفع دعوة باتزواج وين صارت هذا الكلام؟ أنت ما تعطي البني آدم هذا أي أن كان جنسيته كويتي هندي كويتي سوري أي أن كان جنسيته أي أن كان جنسيته أنا أعطيه حقه كبني آدم كإنسان اليوم أنت ما تزوجه ما تعطيه رخاص إليس معنا أن أخذوا حقوقهم يعني حقوقهم الصحية وفروا لهم الخدمات الصحية توا بالوقت أي توا وزينه والسانوات اللي طافت هم موجودين من الستينات من قابل الاستقلال الحين أخذوا حقوقهم بعد شنو؟ بعد الجمعيات تكلمت بعد ما انفضحت الكويت بين جمعيات حقوق الإنسان يا جماعة ملف هذا لازم تسكر يعني أنت تشوف أنه ما أخذوا حقوقهم كاملة لا لحد الحين لا لحد لجنة البدون شنو دورها بهذا الموضوع لجنة البدون لجنة البدون أي لجنة فيهم اللي بالمجلس شنو كان دورها في الفترة السابقة فيها نتيجة قابلت بتجنيسهم نعم ما في نتيجة يعني شكلية كانت اللجنة شوف عزيزي في فرق لما أنا أبدي اقتراح وقطة أي اقتراح كان بيبناء مستشفى مثلا وأنسى وفي فرق لما أنا أتبنى قضية سواء وطنية أو سواء إنسانية وأحارب عشان أطبقها كادر المعلمين مشه ولا ما مشه مشه كادر غانوني مشه ولا ما مشه نعم ما مشه ليش الغانوني ليش أنا ما رح علم وقف المجلس وقف المجلس لا 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 كادر غانوني معروض على المجلس من زمان نعم حتى قانون كادر المعلمين كادر المعلمين كان معروض لا ما خالف بس قبل كادر جمعية المهندسين مشى كادر المحامين لش ما مشى طالبوا فيه بفترة بفترة من زمان من مجلسين طافين من ثلاث سنوات وكادر المعلمين يعني انت اليوم لا تكيل بمك لازم حسب الدستور تسوي بين اعضاك بين المواطنين جميعا لا تقول لي هذا محامي وهذا معلم بس الدولة تشوف دور المحامين ودور المحامين تحاول توازن بين الادوار يعني دور المعلمين مهم في الدولة دور التعليم فالدولة طالع للشغلة هاتف ولي طالع محامي من يطالع مو معلم نعم والقانون يترك عنك المحامي قطع خاص تعال حق القانونيين في كل القضاء مو مصادر من كل حقوق مثلا نعم الفتاو تشيع مو ياك خراء قالك والله الفتاو وعملهم واحد مع النيابة ليش ما تساويهم يعني انت ليش اساس هو التعليم لاحظ الاساس هو المعلم خلي الجهات ما تساوي الجهات مع بعض البعض لما تعطي واحد لازم تعطي الثاني او لا تعطي الاول وخلي الثاني ساكل وهذه الدراسة قاعد تسويها الحين ديوان الخدمة المدنية ووقفوها قالوا لزيادة الروات بعد اعتصامات ووقف مصالح المواطنين فترة من الزمن قام تفكر ديوان الخدمة المدنية تسوي دراسة بس هم سوية دراسة بالسابق بس قاعد يعطلونها هذا الروتين ممل صراحة يعني انا مو في بلد متطور وقالوا ان زيادة يمكن تكون 30% او 20% على الراتب الاساسي لجميع المواطنين جميع القطاعات هذا بنج خلي طبقون هذا الغرار شلو الكلام هذا هذا كلام مواقعي اليوم انت تبي تزيد الرواتب مش اللي يوقفك من زيادة الرواتب مش اللي يوقفك من انك تساوي المواطنين مع بعضهم كم عددك انت اصلا كم تعداد المواطنين يعني يعني في مشكلة ثانية بعد احسن يعني اليوم على سبيل المثال انا ما دي شام بواجي بكتور الناج ما ما دي شي بس انا بغيت اقول لك انك تقول كلمتك الاخيرة يعني يعني انا بس ابي اختصر في موضوع السكن يعني انا كمواطن انا عندي موضوعين لازم اطرحهم موضوع السكن بعجالة موضوع السكن انا مو ملزوم انطر 15 سنة ياخي الدولة غنية عندها اراضي شاسعة تسوي بنية تحتية وتبنيلي سكن وين موضوع الثاني موضوع الثاني بناء جسور يعني اليوم يفترض ان انا اعرض مناقصة لشركات اجنبية اترك عنك شركات الكويتية جسور شلو جسور لسيارات الشركات الاجنبية ما تحتاج منك دينار ايه ايه اطها بي اوتي 15 سنة وفض رسوم على مرور هذا الجسر والشركة ملزمة بان تعين 60% من القطاع الكويتي رح تستفيد من التعين وتخلص مشكلة البطالة ويكون عندك وسائل حديثة في الطرق فهذا هذا احنا نحتاج مجموعة تخطط لهذا البلد مو تعرقل وتعارض استاذ محمد كلمتك الاخيرة لناخبين بشكل عام وناخبين الدائرة الثالفة انا اتمنى بس من الناخب انه يختار ويحط الكويت بين عينه بس بعيدا عن اي شي كان طائفية القبلية حتى حتى الاخوية انت لما تعطي واحد ما يستحق انك تعطي قاعد دمر بلد لان هذا رح يوصل يمثلك ويوصل صوتك فاتمنى حتى من المعارضة اتمنى ان احنا نبدأ صفحة يديدة مستقبل مشرق لهذه البلد ان يكون هناك تعاون بين السلطتين حتى نكون متقدمين بين دول الجوار الله يعطيك العافية استاذ محمد احمد طالب المحامي مرشح الدائرة الثالثة وبالتوفيجة ان شاء الله شكرا مشاهدين الكرام ناخذ معاكم هذا الفاصل والسلة الانتخابية مع الزميل لمحمد العرادة وراجعين لكم ان شاء الله أسعد الله وقاتكم مع الزميل المشاهدين بكل خير وقدم لكم فقرة السلة الانتخابية من برنامج أمه 2012 تقدم في اليوم السابع من فتح باب الترشيح لانتخابات مدرس الأمه 2012 في بصله التشريع الرابع عشر ستة وعشرين مرشح ومرشحة بينهم أربع مرشحات بأوراق ترشيحهم إلى إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخل وشهد اليوم تنازل مرشحين اثنين همام السام عبد المطلب جواد رمضان أحمد في الدائرة الثالثة ومحمد صالح محمد فهد الخرينج في الدائرة الخامسة ليصبح عدد المتنازلين خمس مرشحين وبذلك يبلغ اجمالي عدد المرشحين بيكانوا ستة وسبعين مرشح ومرشحة بينهم سبع تعيش مرشح توزع مرشحه اليوم عن الدوائر الانتخابية الخمس على النحو التالي الدائرة الأولى واحد حسن عبد الله أحمد جوهر اثنين عبد الله المجعت فارع مطر سهل المطيري ثلاثة عواطف عبد المجيد خاطر يعقوب عبد الله الماجد أربعة محمد عبد الأمير أحمد حسن حماد الحداد خمسة محمد عبد الوهاب عباس خرشيد ستة محمد مروي ملف مبارك الهدي الدائرة الثانية واحد عبد الرحمن فهد مشاري العنجل اثنين عيسى أحمد كرم أحمد ثلاثة فهد صالح ناصر محمد الخنة أربعة عبد المجيد برغش إدريس الدائرة الثالثة واحد رائد نايف عيد جابر سهيل المطير اثنين عبد الرحمن حمد عبد الرحمن حمد العوفان ثلاثة فاطمة عبد الرزاق عبد الرحمن الشايجي أربعة محمد عبد الله طامي فرحان المقاطع خمسة ناصر عبد الرضا حسين غلوم علي غضمه ستة نعيمة أحمد عبد الله حاي الحي الدائرة الرابعة واحد أحمد نصار مطلق لشريعان اثنين ذكرى عايد عوض بطر رشيد ثلاثة زيد مزية جبران الهام